السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم فاتيزهم الوصفة اليوم ستكون نزولا عند طلب بعض المتتبعات عارفة بانني اتعطلت شوية ولكن حتى الدباعة كتاب سنشارك معكم ايس كريم بمزيج من النكهات بحجم عائلي كي يجي رائع شكلا ومذاقا ابقوا معي حتى النهاية الفيديو باش تعرفوا عن المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة بسم الله نبدأ على بركة الله هنا كما كتشوفوا معي عندي ثلاثة ديال النكهات والنكهات كي يبقوا على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر انا غادي ندير ايس كريم بحجم عائلي وتقدروا تديروهم فارديين يعني تديرو كل نكهة بوحدها هنا غادي نبدأ بهذه النكهة هذه ديال حب الملوك وفيه قطع من الشوكولاتة هنا كما كتشوفو كنوري لكم التامن ديالهم ماشي غالين صراحة تسعة وخمسين سنتيم في متناول الجميع الى بغيتوا تسولوني منين خديتهم بالنسبة اللي بنات اللي كانين هنا في فرنسا خديتهم من نوز وهنا كل ساشي كياخد ميتين وخمسين ميليليتر ديال الحاليب على فكرة خاص الحاليب وهد اللي ساشي هدو يكونوا باردين درناهم من قبل في التلاجة باش ينجحوا معانا ويتلعوا بحال اللي كان طلعوا الكريم شانتية وهنا كناخدوا الخلاط الكهربائي وكان بدأوا نطلعوا في الكريمة ديالنا كنبدأوا نخفقوا يعني بداية من اقل سرعة وحنا كنطلعوا في السرعة حتى كنتحصلوا على هاد القوام هادا كنتحصلوا على شكل منقار كما كتشوفوا معايا هنا كنعرفوا بانا لقلاس ديالنا اصبح جاهزا غادي نحطوا في التلاجة على من وجدوا النكهاء الثانية فنفس المراحل غادي نديرهم مع جميع النكهات حتى نسالهم كاملين ونرجع معكم ونحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن كلي كلي لي أزلي ونترمعك بالأهل واتخلي الوقت سريع في بالرو وأنا وانوم لأبنى عشتني في الزنا كذا توقف لحدنا واشكور حالي أنا وأنا وانوم لأبنى عشتني في الزنا كذا توقف لحدنا واركوب حالي أنا واركوب حالي أنا واركوب حالي أنا وانوم لأبنى واركوب حالي أنا عشتني في الزنا في الزنا ويسهد كل الهيلة يو اللي في الكون أفهمني حاسس بي أعرفني تابعي وإلا أنت بطي قطع علي وبرو مشتور وأنا وانو بلاك أنا أجتني كرزان تبط قطر ورحدان شو بحالي أنا وأنا وانو بلاك وهاني رجعت معاكم من بعد ما كملت جميع النكاهات طلعتهم وتحصلت على واحد القوام اللي هو كيمة كتشوفوا معايا رائع هنا أخذت هذا المول هذا اللي كيتحل من جنب تقدروا تأخذوا أي مول عندكم وأي مول كتفضلوه كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الاختيار هنا من بعد ما ضفت النكهة الأولى في المول ديالي غادي نقدها باش نتحصل على واحد الطبقة اللي هي مستوية عاد نضيف الطبقة الثانية اللي هي نكهة الشوكولاتة وتقدروا تضيفهم يعني النكهات كيما بغيتوا أنا غير بغيت يعني ندير الألوان مختلفة يعني ندير الشوكولاتات جيباينة في الوسط صافي الصراحة سهلة ما فيهاش تعقيدات وما فيهاش صعوبات وهكا غادي نتحصلوا على واحد لغلاس اللي هو صنع منزلي الصراحة غا نقولوا أحسن من ديال المحلات حيث احنا اللي صاوبناه كنعرفوا شنو درنا فيه ودرنا فيه احنا واحد للمجهود ديالنا وغادي نزيينوه بالطريقة اللي بغينا احنا يعني كن بدعوه في التزيين فاش كنأكلوه كيجي بنين على هذا كنتع المحلات الصراحة وهنا ما بقالي غير نقد الطبقة الاخيرة باش نتحصلو على واحد طبقة اللي هي مستوية غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نديروه في تلاجة اطول مدة ممكنة انا درتو بالليل خليتو ليلة كاملة حتى الغد ليه عاد حيتو وديموليتو وزيينتو مهم بقاو معايا حتى النهاية ديال الفيديو باش تشوفوا لغلاس ديالنا كيفاش غادي يجي وكيفاش غادي نزيينوه بقاو معايا ما تمشيو فين وهذا هو لغلاس ديالنا من بعد ما وجد معانا وحيدناه من المجميد خدا يعني الوقت الكافي باش ايش الدراسو كيما قلت لكم انا خليتو ليلة كاملة هناك انا اخدوا واحد الفوطة او قطعة من الثوب كنديروها فيما سخون وكنعصروها مزيان وكندوزوها في الجناب وكندوزو واحد الموس في الجوانب كاملة باش هكا كيسهال علينا ندموليو لغلاس ديالنا وما كيتعكسش لنا يعني كيتحل بسهولة كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو يعني ما كان القاوش صعوبة نهائيا غير تبعو هاد المراحل هادو هنا بعد ما ديمولينا لغلاس ديالنا كما كتشوفوا الطبقات كيجيو باينين ووابحين عندنا كل طبقة بوحدها وهنا أخواتي كما كتشوفوا معايا وصلت معاكم المرحلة ديال التزيين اللي كتكون مرحلة ديال الإبداع والتفنون كل سيدة كتزين على حسب الرغبة ديالها وعلى حسب دك الشي اللي موجود عندها هنا كما كتشوفوا معايا غطيت الجوانب بشوكولاتة ومن الفوق غادي ندير خطوط من الكراميل كيما كتشوفوا الصراحة بالنسبة للتزيين ما شريت حتى حاجة حاولت أنني نزيين بدك الشي اللي كان عندي هنا غادي ندير غادي ندير هاد الكراميل هادا في الجوانب على شكل دميعات باش غادي هكا هبطة كيبقى كيما كتلكم تزيين أنا غادي نشارك معاكم طريقة ديالي وانتو ما زينو بدك الشي اللي بغيتو هاد الاقلاس هادا غايجي بحجم عائلي غايجي كيما غادي تشوفوا معايا رائع غادي تكون واحد النتجة اللي هي رائعة وهنا خديت واحد عود شواء وغاندير هاد الخطوط هادو اللي معروفين يعني معروفة بهم ملفاي كيجيوا الصراحة زوينين كيعطيوا واحد المنظر رائع غادي نستمر على هاد طريقة هادي وفي كإضافة ضفت حبات من البندق في الجوانب يعني كانوا عندي متوفرين انتو ما تقدروا تضيفوا اي حاجة او لا تخليوها غير هكاك يعني اصلا رها زوينا من غير إضافات جات رائعة وهذا هو الشكل النهائي ديال لاغلاس ديالنا جاراقي في الشكل وفي المنظر يعني نقدروا نقدموها هكا للضيوف ديالنا وفي المناسبات علش الله كيما أننا نقدروا نحضروه غير العائلة ديالنا لنا الأزواج ديالنا والأطفال ديالنا وهنا البنات من كثرت ما أنا متحمسة باش نشارك معاكم النتيجة النهائية كتوقع الكارثة كيما كتشوفوا معايا لاغلاس ديالي طاح ولكن ماشي مشكل غادي نقطع معاكم قطعة أخرى باش نوريكم لاغلاس كيفاش كي يجي طبقة ديالو كيفاش كي يجيو خليت هاد اللقطة هادي باش تعرفوا بي أنه الصراحة كان بدلوا واحد المجهود اللي هو كبير باش نقدموا لكم واحد المحتوى اللي هو نقي واحد الفيديو اللي هو واضح يعني يتعلموا منه هكا البنات اللي بحاجة أنهم يتعلموا شي حاجة هذا هو الهدف ديالي من هاد القناة هادي نتمنى ان شاء الله أنكم تستمروا في الدعم ديالي والتجيع ديالي بالتعاليق ديالكم الرائعة اللي كتزيد تحمسني وتحفزني وكتعطيني واحد الطاقة إيجابية باش نصور الفيديوهات ونبرتجيهم معاكم الصراحة القناة بلا بكم مع مرها غادي تكون قناة يعني القنوات اللي طالعين را بسبب المتفرجين وبسبب الدعم ديالكم فنتمنى أنني نكون عند حسن الظن ديالكم غادي نرجعوا لغلاس ديالنا كيما كتشوفو كيجي كريمي كيجي رائع يعني ما فيش الثلج في الوسط ولا شي حاجة كيجي زوين بحال ديال محلت تماما غير هو صنع منزلي كنعرفو دك الشي اللي كاناكلوه كنعرفو باش مصنوع وحاجة فاش كنبدلو فيها مجهود را كتجي بنينة بطبيعة الحال هنا غادي نقدم معاكم هاد الاغلاس هادا في كؤوس بالنسبة للناس اللي بغاوا يقدموها هكا بشكل فردي خاصة الأطفال كنظن بأنهم كيف يفضلوه على هاد الشكل هادا نديروه في كؤوس ونزينوه على حسب المتوفر هنا درت له خطوط من سوس كراميل ودرت له هاد القطع هادو ديال الشوكولاتة ونقدموه بصحة والراحة احتى اللي هنا غادي نكون وصلت معاكم للنهاية ديال فيديو ديال اليوم تمنى ان شاء الله يكوننا لإعجاب ديالكم وإلا عجبكم ما تنسونيش من الدعم وتشجيع ديالكم انتلاقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله